طيب النهاردة أقول لي بقى كيف توقف هذا الانفلات في سنة 19 أيوة رشيد تابع رشيد سنة 19 كيف أولاً مطلوب مطلوب فعلاً وقف مع الإعلان الرئيس كان بيعمل اجتماعات من زمان ما عملش اجتماعات وكان بيدي مش هول توجيهات كان بيتكلم بمنتهى الصراحة مع الناس وكنا بنقشه وبنحوره وكان بيبدي اعتراض على بعض وهو عارف كل حاجة وشايف كل حاجة طيب دلوقتي النهاردة ليه مفيش مسؤول كبير بلاش الرئيس الرئيس عنده أعباءه ومسؤولياته ومشاكله والبلد وهو داخل في كل حاجة إنما طيب طيب إحنا كجماعة إعلامية نعمل إيه؟ جماعة إعلامية لابد إن هي عندي نقابة الصحفيين والنقابة الإعلاميين والهيئة الوطنية للصحافة هيئة الوطنية الإعلام المجلس الأعلى للإعلام والهيئة اللي موجودة في البرلمان اللجنة الصحافة الإعلام عندي خمس ست هيئات كل واحد فيهم على رأسه حد المفروض الناس دي يعني أنا معرفش ما غير ما حد يزعل مني كلهم أصدقائي أستاذ نشأت أنت في دولة سلطة بمعنى؟ بمعنى أن السلطة أنت مدون سلطة؟ في أماكنهم سلطة؟ لا أنت في دولة سلطة لابد إن هنا يبقى فيه رؤية وفيه توجه وفيه مناطق محزورة وفيه مناطق لا بتتحطي ضوابط هنا بقى في اللحظة بيها أسألك بشكل مباشر من غير لف ولا دوران إحنا محتاجين فعلا مايسترو يمثل الإعلام وزير إعلام يعني من الآخر؟ بالتأكيد بالتأكيد ليه؟ مش ضروري اللقب مش مهم بس الشخص الميسترو يكون تخصصه ومسئولياته وفكره أصلا لازم يكون له فكر لازم يكون له رؤية أنا النهاردة الإعلام ده أصلا مش صدح مداع زي الأستاذ بقى ما كان بيقول لا معركة ووسلاح وإنت عندك أعداء متربصين بيك بنفس الأدوات بنفس الأدوات وللأسف الشديد مش عايز أقول متفوقين فيها فيه أماكن الجزيرة خرابت العالم العرب خرابت العالم العرب بالفلوس وشغالين ويشترون أسوأ إمكانيات وبرامج لا فيه ناس بتخطط فيه ناس بترسم يعني أنت عايز تقول عايز تقول لي إن الجزيرة بتمشي عشوائي لا كله بالخطط لا ده كانوا خبراء من إنجلترا وخبراء من فرنسا لا فيه فيه برامج وفيه أعداف وحارفة هي بتعمل إيه فعايز أقول لحضرتك لابد العلام المصري يحتاج إلى عقل أو مايسترون أو مايسترون فهي مزبوط فهيسترون بعد كده لابد أن تحسن بصراحة كده أنا هتكلم برضو بلا أي حرك يعني ملكية المؤسسات العالمية لابد حصل التغيرات طيب قولونا التغيرات ده وصلت لإيه وفاهمونا وبعدين الكراسة تغيرت بسرعة قوي يعني أشخاص ظهروا وبعدين حد تاني ظهر وبعدين طيب وليه ده وأمرراته